على قدم وسع تحاول أن تقدم كل ما لديها من خبرة تمتد لأكثر من خمس سنوات لتطوير قدرات أطفال يعانون من التوحد وإعاقة سمعية وذهنية على الكلام مستور صادق المدربة هنا في المركز الوطني للتربية الخاصة وتعليم النطق بصنعها تؤكد أنها تحرز تقدما لكنها بحاجة ماسة لمساعدة أولياء الأمور تفاعل أولياء الأمور بفعل تغير كبير هنا في تفاعل وتعاون بيننا بننجز أشياء كبيرة فإن شاء الله يتعاون معنا ونخرج الطلاب تميزين إن شاء الله بإمكاننا بعض الأطفال هنا يحتاجون إلى تدريب خاص ومكثف نتيجة تأخر أهاليهم في إلحاقهم بمركز تعليم النطق بسبب الخوف من نظرة المجتمع من جهة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها من جهة أخرى عندنا الطرق اللي هي البازلات وطرق تركيز كل طفل على حسب مشكلته في أطفال التوحد يحتاج لك تركيز أولاً يحتاج له وسائل حتى يركز معك يحتاج له وسائل نطقية معك ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم السمعيين يحتاج لك أجهزة كمبيوتر حتى يساوا يعملوا التمييز السمعي وكان مركز التربية الخاصة وتعليم النطق في صنعاء يستقبل أكثر من مئتي طفل سنوياً منذ تأسيسه قبل نحو خمسة عشر عاماً غير أن الحرب خفضت هذا العدد إلى أقل من النصف وقطعت كل سبل الدعم الحكومية والخاصة عليه وحرمت طلابه من كل وسائل التعليم الحديثة الجهود التي بدلتها هؤلاء النسوة في خدمة أطفال التوحد حققت نتائج ملموسة حسب أولياء أمور الأطفال لكنها لم تصل لسقف التوقعات المأمولة بسبب عوامل كثيرة لعل أبرزها محدودية الوسائل وقلة الإمكانات نبيل الإيسوفي الحرة صنعاء